بدوره وصف القيادي في حزب المؤتمر سامن الغباري قطر بتزعم الإرهاب في المنطقة وقال أنها ليس لها هدف سوى تأجيج الصراع ونشر الفوضى كما أضاف الغباري أن قطر تسعى لتفكيك حزب المؤتمر وشار إلى أنها لم تفي بوعدها والتزاماتها تجاه اليمن في وقت تفي بتعهداتها للمكونات الفوضوية ووضح أن رفضت الوفاة بتعهدات المانحين عام 2013 ولم تنفذ وعودها بإنشاء مدينة طبية في تعز وقال للغباري أن الشعب اليمني لن ينسى عداء الدوحة له ولسلطاته الشرعية واستماتتها في تأجيج الصراع ودعم التنظيمات الإرهابية